سلام عليكم معكم رعب السام من فريق الكسد بهذا الفيديو ان شاء الله رح اشرح لكم عن الريجولر اكسبريشن الريجولر اكسبريشن هي عبارة عن طريقة بمثل فيها الريجولر اللانجوش وهي بتكافي عندي الفاينت ثماتا يعني بنيقدر من خلالها نمثل نفس اللانجوش هلأ عندي اكتر من شغلة على سريع بقدر امثلها مجرد ما بقرعها يعني كونكتينيشن بمثلها بالدوت الور بمثلها بالزائد الكلوجر بمثلها باليستار هلأ هدول تمثيلهم بمثلهم بشكل مباشر لما اجي اكتب الريجولر اكسبريشن هلأ هاد عندي شكل الريجولر اكسبريشن ا ا ا العملية بناتهم هي كونكتينيشن اذا حطيت الدوت او ما حطيتها بعرف انه عندي كونكتينيشن بين الا والب العملية برضو كونكتينيشن بين الا والا والا والب العملية بناتهم ار هلأ هون عندي بين الا والقوس العملية كونكتينيشن وبين A والB العملية R هدول التنتين بكافؤ بعض انه لازم يبلش بA وطوله لازم يكون تنتين هلأ عندي هون شغل اللي بدي اعرفها بالكونكتناشن يعني هون لازم اخذ A والA لازم اخذه من التنتين بس بالأور يابا اخذ A A يابا اخذ AB ممنوع اخذ التنتين يعني هون لازم اخذ A ولازم اخذ القوس بس داخل القوس يابا اخذ A يابا اخذ B ممنوع اخذ التنتين هلأ في راح نشوف امثلة ونشوف كيف راح نعمل وكيف نشطق اول لانجوج عندي W هيسطول W ساوي ثلاث هلأ احنا حكينا راح نعتمد انه الالفابت عندي A أو B أو زير اوان هون عندي الالفابت A أو B A أو B سوري هلأ هون ما حكي علي بايش ابلش بايش انتهي ولا بايشي هو حكي علي بس بدي يكون فيها يكون فيها ثلاثة احرف فان راح احكي له بالأول بتاخد A أو B وبعدين بتاخد A أو B وبعدين بتاخد A أو B هون ما اجبرته بالترتيب معين وما اجبرته يبلش أو ينتهي بايشي معين بس اجبرته انه يكون عندي طوله ثلاثة هلأ هون بدي اشوف كيف بدي اشطق من هاي الالفابت بحكي لي اشتقي لأ فباخد من هون من ثاني قوس بدي ياني اشتق بي فانا باخد يا ايا بي انا بدي بي ثالث قوس بحكي لي اشتقي يا ايا بي وانا بدي بي فباخد بي ممنوع اعمل انه A زائد بي اخد منها A أو B لانه هون أور ممنوع هالحركة هالحركة غلط تمام ناخد لانجوش تاني هون بحكي لي دابليو حيث دابليو ستارت اشتقي لأ هلا هون ما حكي لي ولا ولا اي اشي يعني بس بدو يبلش باي ما اجبرني لا على طول وبعد الاي اشي مش مهم فانا بحكي له بالاول بدي اي وايش ما ييجي بعد هيك ما بيفرق عندي طيب هون انا حطيت له اي او بي لانه انا ما بهمني شو الحرف اللي رح ييجي بعد هيك حطيت له لامدة حتي يكرر لي عملية اختيار الحرف اللي هون وغير هيك ممكن انا ما اختار اصلا حرفيني بس يكون اللانجوج عندي مكونة من اي السترنج يكون عندي بس اي فهون بقدر اني اضم اللامدة تمام بخير اي بي هون بحكي له اي ا او البي بداني اشطق اي او بي فمن هون باخد ال ا من هون باخد قوس واحد بس ا زااد بي ومن ال ا او بي باخد بي هيك انا شطقت السترنج طيب مثلا خلينا نشتق A B B بحكي له A or B هون A هون كلوجر طيب هون بحكي له اشتق لي A هون بحكي له خد قوسين A زائد B علشان هيك انا حطيت الكلوجر علشان اقدر اخد هاد القوس اكتر من مرة اخدت له A زائد B و A زائد B ليش من هاد القوس رح اشتق بي ومن هاد القوس رح اشتق كمان به تمام ناخد كمان مثال هلا هون بحكي لي W حيث W contains A زائد A B فانا بحكي له بايش بتبلش باي حرف وقد ما يكون عندي احرف ما بيفرق لازم يكون عندي A B وبايش بينتهي ما بيفرق انا هيك ضمنت يكون عندي انه لازم يشتق A B هيك انا اجبرته يشتق A B وجود الكلوجر عندي ممكن تخليه يشتق وممكن تخليه ما يشتق يعني ممكن اشتق لامدة ما اشتق ولا اشي هلا هون بحكي لي derive A B A B فانا باجي بحكي له A or B closure A B A or B closure تمام هلا هاد السترينج له طريقتين للاشتقاق هلا بنشوف كل واحدة فيهم كيف من اول قوس ممكن احكي له بدي انه قوسين A B من اول قوس رح اشتق A ومن اول قوس رح اشتق B ال A B هون العملية بينها وبين A or B closure وال A or B closure معناته انا لازم اخذ هاد القوس ولازم اخذ ال A B ولازم اخذ هاد القوس كمان هلا ممكن هادول القوسين اخذهم التنين لامدة ما بتفرق بس ال A B لازم اقرأها لانه ما عليها closure فبحكي له كمان بدي اشتق ال A B طيب من هاد القوس شو بدي اشتق بحكي له ما بدي اشتق اشي خد لامدة هلا طيب كيف الطريقة التانية لاشتقاقه هاي الاكسبريشن لاندي بحكي له من اول قوس خد اللامدة وبلش بA B بعد هيك خد قوسين A or B A or B من الاول خد A ومن الثاني خد B طيب ممكن بدي اشتق هون حلي مثال تاني اشتق A A B هاي الاكسبريشن وانا بحكي له اشتق قلي بس بدي A B فبحكي له من الاول خد لامدة بعدين اشتق A B بعدين اشتق لامدة تمام؟ طيب معطيني هون لانجوش بحكيه لي W حيث نبره في A ان W is even بدي عدد الا في السترنج عندي يكون ايفن فانا بحكي له بدي A A يظل يتكرر عندي هذا الرقم طب هو ما اعطاني ترتيب معين ما اعطاني عدد ال B وترتيبها ما بيهمني بالنسبة لل A اهم اش يكون عندي عدد ال A زوجة معناته هون بحط ال B بين كل A و A ليش؟ لانه مثلا ما اجبرني بترتيب او بموقع معين لل B هلا طيب ممكن يكون عندي الرقم الزوجة صفر يعني ما يجي اصلا عندي A A فانا بحكي له ممكن ما يجي عندي وممكن يجي عندي 2 4 6 فانا بدي يظل يكرر في هذا العملية هلا هون ضلت عندي شغلة صغيرة يعني انا هون ممكن ما اشتق اصلا ولا A وممكن اشتق دينين وممكن من طريق الكلوجر اشتق 4 و 6 الى ذلك طب لو كان السترنج فيه مثلا 3B لو كان فيه B واحدة ما بدر اشتقه من هون لانه هون اجبرني ااخد ال A فشو بقوم بعمل بقوم بحط B خارجية عليها كلوجر انه ممكن اشتق B بدون ما اشتق ال A يعني هون ممكن اخد B لحاله اشتق من هون B لحالها ومن هون بقدر اشتق اللي هي العدد الزوجي من ال A هاي اللانواجب تحكيلي L W حيث نمبره في N W مد 3 يساوي 2 يعني انا بدي يزيد عن المشتقات 3 ب 2 يعني كيف يعني مثلا يكون عندي 5B مثلا يكون عندي 2B زي هيك فانا شو باجي بحكيلو فانا بحكيلو كالاتي اول اشي بدي يعمل لي يا زوجي هون المد هيك المد صار يساوي صفر طب كيف بدي اخليه يساوي 2 بره بحكيلو A B Closure B Closure B Closure لانه ما اعطاني ترتيب معين وهون اجبرتو يكون المد صفر وزياد على انه المد صفر هنا على اقل اشي بدي يكون قارئ اللي تنتين ايه فالمد رح يكون عندي اه تنان ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة